أقول لك ترى ما تشوم هوا إلا بإذني الجرام تبص فيه الستوديو هذا مش عاجبني كنب هذا الأصفر مو عاجب الطاولة هذه ما هي عاجباني أنت مضطر تسمع كلامي إذا ما سمعت كلامي أقطع أنك الهوا الآن العواصم في مناطق ما فيها مياه ويجيبوا للمياه من كل مكان ويخسروا الأمة دولة تمنعك إذا جوا مجموعة رجاء العمالب وساوه بدك ترخيص ترخيص ما تصبح شريعة ما في الكلام ده الميداني أحمدان قالت ما حد يأخذ المعادنة للدولة كل شيء للدولة ما تصبح مشروع إلا بدنا الدولة إيش إلا صار ميزانية السجون في كاليفورنيا أكثر من التعليم الديمقراطية هي إيش في النهاية تصبح قوانين وحقوق الآن عندنا ثلاث احتمالات أما أنه هذه القوانين التي يؤدي الحقوق هذه الحقوق تخالف الشريعة إذن ما نحتاجها يوافق الشريعة طب الشريعة موجودة روحلة ليش الشريعة ميزات أكثر كمان ما هو وقت توضيحها أو أنه شيء نحتاجه بعد الحداثة لم تأتي به الشريعة جميل كتاب قصة الحق يبين أنه الشريعة أتت مكتملة ولا جديد فيها يحتاج إلى شيء جديد ما تحتاج إلى الإجتهاد في هذه المسائل أتت مكتملة لأنه إذا في مال عام في فساد ما في مال عام ما في فساد فكل ما خففت المال العام وقدرت توجد المجتمع من خلال المؤسسات هذه إلا الناس يقدروا سيطر عليها خففت الفساد في المجتمع لأنه ما في طريق بيننا وبين القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم إلا إبارة لإما هدولي مالك الشافعي أحمد أو حنيفة وإما آخرين زي الأوزاعي زي ابن حزم ظاهري هؤلاء الأمة أقوالهم صالحة لأيامنا هذه أكثر من المتأخرين الآن وصلنا 8 مليار والدنيا قامت وقاعدت وما نعرفه وفي كثير بحثين يقولوا لا لا كرة الأرضية تشيل أكثر مرة أصبحت إحصائي إدراسة أنه كان الكرة الأرضية بـ 8 مليار إذا تحطهم في شريط 5 كيلو 4 كيلو 6 كيلو حول السواحف الكرة الأرضية يكفوا هناك تبقى القارات كلها فاضية بس تكفي نظرية مالثة هذه اللي بدأت فيها تكونت مجموعتين في أمريكا مجموعة قالت موارد الكرة الأرضية رح تخلص يوم من الأيام مجموعة قالت لا ما رح تخلص كل ما تتقدم البشرية كل ما إحنا نخرج من الاعتماد على معدن ما ولسه ما خلص كانوا الناس اعتمدوا على الملح فكروا يخلص خرجوا من عصر الملح وما خلص خرجوا من عصر النحاس ولا خلص رح نخرج من عصر النفط والنفط ما خلص يتقدم العلم يعني كل ما زادوا وعدد السكان في الكرة الأرضية وإذا تمكنوا يتقدم العلم ونتقدموا نرتاح أكثر في الانتاجات الشريعة مثلا فيها حاجة فيها حاجة علوة الآن إذا تفعل أي مشروع تأخذ إذن الدولة ما تأخذ إذن الجيران الجيران تصفيه العلاقات تضعف بين الجيران في الشريعة الجيران إذا الفعل في ضرر على الجيران أو نوع من الضرر هما يفقوا لك التعليم أفضل جماعات في العالم الآن الشيء خاص بيرك دار شركة خاصة لسوء الطائرات هذه التلفونات شركات خاصة أنتبه ريغين و تاتشر أنه هم يقولوا دولة رأسمالية بس هم في جزء جيد من حياتهم هم دولة اشتراكية لكل الخدمات إلا تحت الأرض موية كهربة تلفون كانت إلى حد كبير تملكها الدولة الهايويز الطرق السريعة تملكها الدولة و قالوا لا هذه لازم نخسخسها بس خسخسوها في إطار محتكر الآن الشركات هذه حيات التلفونات سي فودافون زي كذا شركات في إطار محتكر الدولة تمنعك إذا جوا مجموعة رجاء الأعمال يساوه بدك ترخيص بدك ترخيص ما تصبخ الشريعة ما في الكلام هذا الميدان يح ميدان كيف أنت شاطر كيف تبادر كيف تقدر تجذب الزبائن الله يفتح عليك فتصير في منافسة فروحت أسأل فقهاء سألت كذا واحد في البداية كنت أحاول أسأل فوجدت أنه يا أنت خليكو هات شغلة الدولة هات ليش ندخل هات شركات تأخذها الأرض كلها للدولة إنت ليش تقول الكلام هذا فالله سبحانه وتعالى قص الحقوق بطريقة إن الناس اتبعوها لن يلوثوا الكرة الأرضية وهو خير الفاصلين يعني الشريعة تضع الناس في مسارات مختلفة ينطلقوا ما يتصادموا الأنظم والقوانين اللي هي من دسج العقل البشر القاصر تؤدي إلى إن الناس اتصادموا في الدولة المتخلفة هي قوانين تطبق على الضعافة وليس على قياء في الدولة المتقدمة اللي فيها الشفافية عالية هي تطبق على ما عنده محامين شطار يقدروا يلعبوا بالقوانين هادي ويخلوا صالح رجاء من المشاهدات المشاهدين إنهم إذا اعتقدوا مش مشروع جميل أكبر الحقوق كما أتت هي صالحة الزمانا هذا ينشر حتى الأمة تعي حقوقها عندها تتغير الأمة ولا لن تتغير